مجزء الثالث عصرا من التلفزيون المصري أهلا بكم وكل عام وحضرتكم بخير تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمة تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم دعيا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر ويحفظ مصر وشعبها كما تبدل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 83 قضية تمونية بمضبطات تصل إلى 96 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 33.5 طن سلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 11 طن و 35500 قطعة مستلزمات طبية في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمية أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 37 طن حديد و 13 طن أسمنت أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج من كل دول العالم وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الدولة لهجرة وشؤون المصريين بالخارج ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة وإطلعهن على كافة مستجدات الدولة من جانبها أكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب الدكتورة رشا راغب أن الدولة تتولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالمرأة المصرية مؤكدة ثقتها في أن البرنامج سيكون أحد البرامج الرائدة التي تعتز الأكاديمية بتنفيذها يبدأ اليوم تنفيذ الاتفاق الأممي في اليمن بإعلان عن الهدنة الإنسانية لمدة شهرين ووقف جميع العملات العسكرية ويتضمن الاتفاق الذي لاقى ترحيبا أمميا ودوليا موافقة الأطراف اليمنية على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفا من وإلى مطار صنع رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها وتدخل حيز النفاذ اليوم وتستمر لشهرين وأكد أبو الغيط أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات كما نشد أبو الغيط الأطراف اليمنية باحترام الهدنة وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد أكد الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي أنه إذا أصبحت أوكرينيا عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسين نيتو فإن ذلك سيجعل الحلف أقوى بكثير وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة تدرس حاليا اقتراح كييف بشأن مشاركتها في اتفاقية أمنية من شأنها أن توفر دعما طويل الأجل لأوكرينيا أعلنت السلطات الأوكرانية فرر أكثر من ثلاثة ألاف شخص من ماريبول في حافلات وسيارات خاصة مع استمرار العملية العسكرية الروسية يأتي ذلك بينما يستعد الصليب الأحمر لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة السحلية المحصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى قامت بها أمس إلى هنا وصلنا إلى ختم موجزات ثلاثة من التلفزيون المصغير نشكتكم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة